النهفات بتصير بالأعراس إذا كانت الحفلات الأعراس بالصلاة وإذا كانت الصلاة منفصل العرس مش مختلط وصلنا مرحلة طبعا معظم الأعراس مش مختلطة يعني المرأة بتفترق عن جوزها عند الشارع قبل باب الصالة بتعرفي طريق النسوان وتروح في اتجاههم والزلم وروح عند الزلام غاديك وبقعد طبعا عند الزلام لا في غناني يريت بس دخلوا سماعة شو بسير عند النسوان يعني أو الأغاني اللي غاد عند الزلام ما في أغاني الكل يعني صافن سارح والكالثة الشوكة بلاستيك ويا حرام المعزومة بدي نحرج إذا ما أكل بقول لك أضز علام من العريس يعني بقول لهم من العروس فبيغز الشوكة بالقاتوهاي أو الكيك في الموم بتنكسر الشوكة وبتدمر وبنحرج والكالث هسه بسير عادي تطلع الساعة أنه بدي خلص أنه يعني لأنه الزلام كلهم بكونوا قاعدين ترمحت بسولف مع الثاني قليل ما يسولفوا مع بعض بكونوا الصافنين متى هالمرة بدها تخلص من هالقسم النساء بالعروس ونطلع أسه بزهق الواحد فينا بسير يودي رسالة مرته ومطاولة فشو بتوقع أول شي بتردش ملتهية هناك ما يقامل قيامة هناك قايم القيامة عند العروس بتردش ملتهية أو مش شايفة وحطيته بالشنتة بزهق يا حرام ويودي بعدين بترد بتقوله توو دخل العريس اللي بتحب العروس الصغرت لها فوق الآن العريس آخر همها إنه يخلص من عند العروس بصرعة وروح عند الزلام عشان الزلام ينادي مرة ويروح العريس آخر همه الزلام بطول بالله يا أخوان إني بشوف الفرحة بوجه الزلام لما العريس قال يفوت خلص عند الزلام خلص من عند العروس تعرفوا فإنبسط صباح أبو إيثام كيف الحال أبو إيثام أنا يوم عرصي أنا اللي سبع سنين متجوز يوم عرصي أنا بيت أهلي بشارع الاستقلال المهم طلعنا الفاردة يجي الشباب والقرايب أخدونا عشان نطلع دار العروس عشان نجي بالعروس معانا باص عشان ننسوان من غاد والفاردة شغالي هسا جينا على التقاطع تها القصور اللي بنزع الاستقلال ولا اللي بيطلع على الاستقلال وصلنا دار العروس يا سيد العزيز بتفاجأ إنه الباص اللي وصل معي الباص كله نسوان ومش باص اللي أنا طالبه بحك له يا عمي انت جاي على العروس أنا بيحكي لأه مش انت منتع الاستقلال بكتله يا عمي مش أنا الباص اللي جاي بقرنيت على الباص تبعي اللي أنا كنت حاكي معاه طالع مع الفاردة الثانية وطيع نزال وين وين تحلناها وجبنا باص ثاني سلقنا الأمور خليها على الله بأيثم بالعراض خربطة بالمواصلات الباص لحك فاردة ثانية ومشيت وعدت يسعد صباحك محمد النبالي هلا يا محمد صباح الخير حبيبي كير بسير نهفات عندنا الحقيقة يسعد صباحك يا بأيثم معك يا زن الجافري من أحلى المواقف اللي صارت بالأعراس أسبوع اللي فات كان فيه عرص لصاحب إلنا وفيه أسانسيل بالصالة المهم طلعوا 12 واحد بالأسانسيل ويعلق فيهم تركنا كل العرص وبلشنا فيهم عبل ما فتح الأسانسيل عليه هم يسرخوا جوا وموتنا الله يسعد صباحك يا بأيثم أهلا يا زن صباح خير والله موضوع المصاعد في الصلاة كمان أو بالصلاة أن تكون القاعات بطوابق عليا ومعظم اللي بنعزمه ترى الختيارية الكبار بالسن بلتزموا بالدعوة للعرص يعني بلتزموا حتى لو بكون مريض صباحا خير أبو أيثم معك مهندي سعود يعني النهفة اللي صارت معايا لما حملوني ورموني بالهوى وقعت ونكسرت إجري بالصاديمة عرصة والله كانت هاي يعني البراءة متبعة ومن دمجة مع موضوع العراز زميلتنا براءة شلالدة بالموقع الوكيل بعث العبدالجلي الرسالة بتقول فيه شي أقوى بالعرص لما المرأة ما ترد على تلفون جوزا ويودي ولد صغير ناديها من عندنا شوانا وما يرجع شلالدة اشتركوا في القناة